نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من مزاعم بشأن إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها الصيرات والهواتف المحمولة وأكد أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تلك التعليمات وشدد على أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزي لافتا إلى أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرويج تلك المنشورات المزيفة